أنباء عن موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة بسط الحكومة الاتحادية سيطرتها على كامل محافظة كاركوك وانتخاب محافظ جديد لها بالإضافة إلى السماح لممثلي المؤسسات الحكومية الاتحادية بالتواجد والعمل داخل المنافذ الحدودية والمطارات في السليمانية هذه الموافقة جاءت برعاية إيرانية وفق أنباء سربها في اتصال هاتفي مع الحرة النائب رحيم الدراجي وأكدها مراقبون في ظل غياب الموقف الحكومي حتى وقت إعداد هذا التقرير الآن الاتفاق يقضي الآتي كل ما يرتبط بالسيد البرزاني يخرج من كاركوك كل ما يرتبط بآبار النفوط القواعد الأمنية تعود للسلطة الاتحادية هذا كله يستلزم طبعا هذا الاتفاق يجب أن يؤثر والحكومة الاتحاد يجب أن توافق عليه لأنه ما يبدو هي غائبة في هذا الاتفاق الثالث والمهم هو انتخاب محافظ جديد لكاركوك مراقبون للمشهد السياسي لم يستنكروا ما أسموه الدور الإقليمي لوضع حلول للأزمة بين الإقليم والمركز في ظل خطاب التصعيد الإعلامي المستمر لكنهم طالبوا بدور دولي أكبر بالتزامن مع نشاط دول الجوار لقطع الطريق أمام التخندقات الفئوية والإقليمية مسؤولية القيادة الكردية اليوم أكبر من مسؤوليتها في أي وقت مضى في أن تدير الأزمة مع بغداد عبر الحوار عبر التفاوض عبر الاحتكام إلى الدستور بمساعدة جهات إقليمية ودولية ومنظمات دولية معروفة مثل أمم المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي وشدد خبراء قانونيون على ضرورة إبعاد محافظة كاركوك عن التوافقات السياسية كونها جزءا من الحكومة الاتحادية وإن الحوارات مع المسؤولين في الإقليم يجب أن تقتصر على المحافظات التي تقع ضمن أقليم كردستان والتي هي خارج سيطرة الحكومة الاتحادية منذ عام 2003 يجب الفصل بين أقليم كردستان وكاركوك كاركوك وفقا للدستور حالة خاصة محافظة تحوي كل مكونات الشعب العراقي رابط كاركوك مع جزء من أقليم كردستان مع محافظة مع كيان سياسي هذا ظلم لهذه المحافظة ظلم لسكان هذه المحافظة إعادة محافظة كاركوك تحت سيطرة الحكومة الاتحادية غدت أنباء ما تزال تنتظر تأكيدا رسميا حكومي أحمد عرام الحرة بغداد